السلام عليكم ازيكم وعملين ايه يا ربكم بخير معكم يوسف الشبراوي والنهاردة فيديو جديد من الفلسلة اللي بنتكلم فيه على الشاشات اللي بتجدنا عشان الناس اللي حابة تشتري مننا تبع عارفها ايه الشهول الموجود واسعاره عشان لو اي حد حابب يشتري باذن الله قبل ما نبدأ الفيديو بتنسي الشراء تحت على زر اللايك وتشترك في القناة عشان لو انت هنوي تشتري شاشة في الوقت القرية بيوصلك كل فيديو هتنا اول باول وان شاء الله تلاقي شاشة مناسبة او حتى تلاقي معلومة مناسبة ليك بالنسبة لناس اللي امتبعاني او الناس الجديدة اللي ما تعرفنيش اي حد بيحابي بيعرف الاسعار بابا سايب لك لينك في الوصف ده لينك بتدوس عليه بيفتح لك الكتالوج في كل صور الشاشات وتحتها اسعارها وموصفاتها وبياناتها والمداخل اللي فيها وسعرها وكل حاجة ولو انت برضو بش عارف تعمل حاجة زي كده ممكن انت بعتلي على الرقم مع الوصف اللي تظهر لك الجنبي ده اه بعتلي اللي محتاج الكتالوج او محتاج الاسعار الشاشاتي اقول لي الكتالوج افضل بس عشان ابعتلك الكتالوج بيباتلك الكتالوج هتلاقي في صورة كل شاشة تحت فعرها الموديل بتاعها المداخل اللي فيها وكل بيانات اللي انت هتبقى محتاجها ان شاء الله تابع معي الفيديو ان شاء الله في كل المقافات من اول تسعتاشر بوصة لحد سبعة وعشرين بوصة. عمد الله اننا النهاردة شغل مميز يعني في حاجات سبعة وعشرين بوصة توكي. تابع معي الفيديو الاخر وهنتكلم عليها كل حاجة بالتوصيل زي ما انتم عارفين من اصغر مقافة لحد اكبر مقافة ان شاء الله. طيب ندا بقى في المقافات على طول اول حاجة بالنسبة لماسات تسعتاشر بوصة في دلة تسعتاشر بوصة ليد ويد مستطيلة. زي اللي احنا شايفينها كده. دي بتبقى القعدة بتاعتها فابتة. الشاشة بيبقى فيها مدخلين. مدخل ومدخل تمام كده. دي في منها حوالي تلات حتة اربعة حتة عشان انا تسعتاشر زي ما بقول له ما بجيبش منها كتير عشان بس ايه? مع لهاش طلب زي الحاجات الكبيرة. دي اه ال اي دي وايد. بتاع بتاع اه دي الف وستمية في تسعمية. بعد كده ما يفعل عشرين بوصة في حاجات زي كده. دي ايصر اه عشرين بوصة. تمام? سمك بتاع هالترا سليم. حاجة الفائعة جدا. فيها مدخلين. فيها فيجا وديفي اي. الشاشة دي بتشتغل به اداتور والاداتور رجنا ان شاء الله بتاعها برضو موجود. يعني هي بتباع بالاداتور بتاعها. آآ في برضو موجود منها كم قطعة كده من الايصر اهي من منظرها. عشان الناس اللي عايزة حاجات صغيرة. طيب ندخل بعد كده على ما قصة الاتنين وعشرين بوصة. في الايصر. اهي دي الاتنين وعشرين بوصة. آآ الناس كتير بتحب الموديل ده. والشكل ده. دي المدايخ اللي فيها فيها مدخلين. مدخل فيجا ومدخل دي في اي. آآ مفسم معد خلية دي. عشان بس النساء اللي بتسألني. آآ البانال بتاعها تي ان. كل الشاشة اللي بنقولها دي بانال تي ان. لما يبقى في شاشة بانال اي بس او فيها انا بقول. انما لما لنسيت اقول البانال. ما اتنينش بقوله. يبقى البانال تي ان. عشان بس ما نعودش ايه. نأكد على النوطة دي. ده كده بالنسبة لما في الاتين وعشين بوصة. دي موجود منها كمية برضو لو حد حابب ياخدها. طبعا برضو لما تليل ما فيك شاشة ما غير قاعدة فهي موجودة عادتها. تمام? بس انا بس ببقاش ايه عندي وقت انها ركبها. ندخل بعد كده على ما ايس التلاتة وعشرين بوصة. عندنا الدل التلاتة وعشرين الليد الالترا سلم اللي هي الاي بي اس اسمها البي تلاتة وعشر اتش. ناس كتير بتدور عالموديل ده عشان بتحب ان هي شاشة سنكار فاعة وكده. دي ار جي بي تسعة وتسعين في المية. بتاعها الف تسعمية وعشرين. الف وتمانين. المداخل بتاعتها. فيها وفيها 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 زي ما احنا شايفين بالشكل ده. شاشة جميلة جدا للمونتاج والجرافيك والاديت. بزي ما قلتها بالكده الناس كتير بتدور عالموديل ده. بعد كده في التلاتة وعشرين برضو. زد الاسبلي. زد الاسبلي ناس قدي كده عملا تسألني عليها. كانتش موجودة بقالها فترة كبيرة او في السوق. الحمد لله وفرنا بناها كمية كبيرة جدا. يعني اي حد محتاج منها جملة الطاعي موجود ان شاء الله. دي الزد التلاتة وعشرين اي. تمام? دي خمسة وتسعين في المية. اللي اي دي بتاعها الف تسعمية وعشرين في الف وتمانين. خلاني نشوف كده الشاشة عن ارد. ده بيبقى شكلها. تمام? شكل الشاشة هايزة ما نحن عارفين شكل. طيب المداخل اللي فيها ايه? لحظة. المداخل اللي فيها 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 وفيها وفيها دي سبلي بورد. زي ما احنا شايفين كده. ياريت الناس تقول لي هل الوضع التصوير ده افضل ولا الوضع التاني. ياريت تشاركونا في التعلاقات التحت آآ عشان بعد كده انا بصور بس هبعرف ايه اللي هيرايحكم اكتر ان شاء الله. بقى الف تلاتة وعشرين اي فاي ما قلنا كده ان شاء الله في منها كمية كويسة. ندخل بعد كده بقى على ماياس اللي اربعة وعشرين بوصة. فيه برضو منه موديلات كيتنا ان شاء الله هنتكلم عليكم الليها بسرعة. الاربعة وعشرين بوصة عندنا كمية كبيرة برضو لسه موجودة من اللي نوفو الفريمليس. دي اللي هي السينك سنتر. ال تي اي او اربعة وعشرين دي. دي الشاشة بانا الاي بي اس دي الف وتسعمائة وعشرين في الف وتبانين. عشان الناس اللي بتوها كتير الشاشة دي يا جماعة ما فيهاش غير مدخل واحد بس. مدخل وملهاش اي تحويلة غير لو في عندك في الجهاز بتاعك ميني تبام? هو ده الوحيد اللي شغالها. ما فيش ولاقتش دي ولا في اي حاجة. عشان الناس كتيرا بتوعب تسألني عليها. الشاشة دي فيها كاميرا تلاتة ميجا بيكسل من قدام. فيها سماعات من تحت كده. الشاشة بدون حواف زي ما احنا عارفين. الحمد لله بن باحها بقى اللي فيها على الشاشة فريمليس 24. اه موجود منها كمية كويسة برضو. الشاشة دي اللي عايز برضو يعرف كل معلماتها بيركب فيها من هنا. اه في الحفاظ حيالي انا مبرها لكم دي فيه جهاز لنوفو صغير اسمه لنوفو سينك سنتر. الجهاز كده قد كاف في الايد بيدخل جبه الشاشة وبياخد كهربة هم الاتنين بياخدوا كهربة اه وصورة من 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 مخرج واحد يعني الموضوع بقى يبقى ضغط اكتر لما تجيلي بتفهم اكتر عن الموضوع ده. وبرضو لو انت بش عايز تشتري الجهاز اللي بيركبس انت ممكن توصل على اي جهاز عادي بس لازم يكون عندك في الجهاز بتاعك مخرج ديسبلي بورد. لكم مشهورين عادي سيه بقى الموديل ده ده دي ال V244H DLEDIBS resolution full HD 1920 في 1080 ابعات 16 على 9 فيها ثلاث مداخل. فيجا ومعليش مشاهدين. فيجا ودي في اي واتش دي ام اي. وبرضو عايز نقوها لحاجة طول ما انا ما بقولش مثلا الشاشة دي اه الهرتفز والميلي سكند بتاعها. فيها تبقى ستين هرتفز وخمسة اربعة ميلي سكند. يا لما بتبقى في حاجة مميزة سواء في هرتفز او في ميلي سكند. انا هقول هي لك اقول لك دي شاشة دي مميزتها ان هي كذا في الهرتفز او في الميلي سكند. فكل الشرول اللي فات ده ستين هرتفز تمام كده دي ال HB ال V244H. بعد كده الحاجات العادية للشاشة الليد العادية فيه اربعة وعشرين حاجات زي كده. دي دي الاربعة وعشرين بوصة اللي يدير الف تسعمية وعشرين في الف وتمانين بقى ستاشر على تسعة. المداخل في الشاشة دي فيها مدخلين. فيها فيجا ودي في اي زي ما احنا شايفين كده. فيها من الجنب. الشاشة من الظهر ايه برضو من كل التجاهات عشان ناس بها شافت شكلها. حالة الشغل زي ما احنا شايفين اهو. الحمد نسبة للدل وال HB عشان الناس بتاعوا تكلمني. في معظم موديلات الدل وال HB ما بيبقاش فيها سماعة داخلية. حايف بتركب السماعة عندي السماعات اللي هي الدل بتركب في الشاشة زي ما قلت مئة مرة وبتاخد البار من الشاشة. تمام? الناس اللي بتشوفني اهو مرة في سماعة مستطيلة بتركب في الشاشة. من تحت هنا بتاخد الكهرباء من الشاشة ذات نفسها. عشان ما نطولش فقط الفيديو. دي الدل ال V2412H. بعد كده ندخل على الدل ال V2412F. رجعتها اكتر من مرة وكلمت عليها. دي اي بيس افزة ارشي بيه مئة في المية ادوب ارشي بيه ستة وتسعين في المية. عمق الالوان هنا عشرة بيت. اه الشاشة هنا بتيجي بكل المداخل. فيها فيها فيديو فيديو اه لا مش اوديو فيديو فيها الفيديو. اه فيها كل المخارج اللي انت بكم تحتاجها. الشاشة دي فيها كل المخارج. هتشتغل ايه? طبعا تشتغل مع طول المونتاج شاشة جميلة جدا. ولو برضو حايب تشغلها تلفزيون. بتبقى شاشة كويسة جدا. عايز اوريه لكم كل اتجاهات ايه? اعتقد زود التصوير دي افضل. مبينة كل حاجة عالطبيعة كده اكتر. تمام? فيما احنا شايفين كده شكل الشاشة. بعد كده عندي ال اربعة وعشرين اربعين دابليو. الشاشة برضو الناس بتحب تشتغل عليها. دي بتاعها الف تسعمية وعشرين في الف ومتين. والدل اللي فاتت برضو اه فول اتش دي الف تسعمية وعشرين في الف ومتين. الشاشة دي بnamentة جدا نسبة لي المداخل اللي فيها. فالشاشة دي فيها اه اتش تيم اي فيها اه ديس بلاي بورت وفيها دي في اي طبعا كده هوجد عن اور بهو. او فيها طبعا يو اس بي. طبعا في وظم الشاشته اصلا فيها يو اس بي. الشاشة هنا طبعا بيضاء وزي ما قلته قبل كده زد دور 2440W DLED. انها زد دور 24W مجال ال40DLCD. انا برضو عملت فيديو مراجعة للموديل ده بس لسه ما نزلش على القناة في فيديو كتير انا عملتها اصلا بس يعني لسه ما جالهاش وقت انها تنسل. فدي كده الاتش بي برضو اللي حبيبها فيه بناكي المية قليلة. بعد كده انا ادخل على الشاشة المطلوبة دايما الديل البي 2417H الشاشة دي مطلوبة مش عارف ليه الناس كلها عايزها. يعني انا مش يعني هي كويسة بس انا مش عارف في حاجة مميزة او مخليها الناس متهفتة عليها او كده. ما مش عارف. على عموم دي اس ار جي بي تفعة وتفين في المية دي الدل البي 2417H شكل الاعدة من وره ممكن يكون من شكلها بس انا اعتخد يعني الناس بتبقى عايزها او كده. دي البي 2417H دي فيها فيها وفيها وفيها اتش ديم اي فاي او اس بي اه او بوانت زير وفيها او اس بي سري. تمام? بالنسبة للشاشة طبعا ال اي دي الف تسعمية وعشرين في 3080 بابعث ستاشر على تفعة. وهدي شكل المداخل. ده اليو اس بي سري. دي المداخل ايه. ما فيش من اغر حديتين. تمام? عشان لو غلصت ما حدش بس في زر يعني. ما فيش من اغر حديتين. بعد كده هندخل على الاربعة وعشرين في فر تمانية دابلو اف بي تي. طبعا جاءنا الموديلي ده كل لما نكلمنا على التلاتين بوصة من الموديلي ده. الشاشة دي الف تسعمية وعشرين في الف ومتين ببعث ستاشر على عشرة. البنال بتاع الشاشة دي بانال تمام? الشاشة دي ما تنفعش ولا المونتاج ولا الجرافيك. اللي عايز شاشة يكون فيها المداخل كلها زي دي كده. يبقى يروح للدل اللي هو اربعة عشرين عشرة اف. اللي هي فيها كل المخارج. تمام? فيها كل المخارج اللي انت ممكن تحتاجها. تمام? بالنسبة طبعا هي جاية هي بالقاعدة الاصلية بالشكل بتاعها اهو. شاء الناس اللي بتحب تشوف كل حاجة. الشاشة اللي يا جماعة ممتازة في التلفزيون. يعني انت لو عايش شاشة تشغال تلفزيون ويكون فيها كل المخارج الشاشة دي. دي افضل من اليو اربعة وعشرين عشر اللي هي الاي بي اس اللي افضل منها في الالوان في التلفزيون. وزي ما قلت قبل كده اه البي اي بيطلع لك الوان جميلة جدا. احسن من الاي بي اس. يعني البي اي بيطلع الوان احسن من الاي بي اس. لكن متع ممتاز الجرافك هو مش همه الالوان تطلع حلوة. هو الالوان تطلع مضبوطة زي ما هو عايز. اه هتشتغل تلفزيون جميلة جدا. كمبيوتر بقى وحاسي شغالها كذا حاجة. الشاشة دي ممتازة. بيركب لها السماعة دي بتاعتها من تحت من هنا كده. بتركب في الشاشة من تحت. بتاخد الصوت وكهرباء من الشاشة. سماعة فقر ممتازة بجد اللي عايز. في هنا من الجنب برضو اه اتنين يو اس بي في من تحت اتنين يو اس بي في هنا اف دي كارد برضو كل الحاجات دي مداخل موجودة فيها. بجانب المداخل التانية. بعد كده ندخل على الاتش بي الكريفتل. الناس كترة بتحب الشاشة دي عشان انشكلها وطبقة الكريفتل الحماية المعمولة عليها. على فكرة عملت فيديو مراجعة للشاشة دي وورينا الناس طبقة الكريفتل ازاي بتستحمل الخبط وفضاماته وكلام ده كله. ان شاء الله الفيديو اللي باعث دي عطول هيبقى هوا مراجعة للشاشة دي. الشاشة دي الفي دي. دي اربعة وعشرين بوفة. الف وتفعمائة وعشرين في الف ومتين. ابعات ستاشع العشرة. فيها اه فيها مدخلين بس. فيجا واتش تيم اي. فيجا واتش تيم اي. وفيها اربعة او اس بي اتنين من هنا واتنين من الجنب. تمام? فيها سماعات داخلية صوتها ممتاز جدا جدا جدا. السماعات الداخلية جميلة جدا هنا. طبعا الكريفتل هنا بيدي برايت فيو الالوان بيديك لمعان في الالوان بتاعتها. هي شاشة الصراحة جميلة وممتازة جدا. اه طبعا زي ما انا شايفين حالة الشاشة هي. بالقعدة الاصلية بالشكل بتاعها. شاشة ممتازة جدا ان شاء الله. بانال بتاع الشاشة هنا برضو بانال تي ان زي مول تابلي كده. مدام انا مولتش نوع بانال اي بي اف او محددش بانال تي ان. بعد كده ندخل على السبع وعشرين بوصة بقى اخر حاجة. اللي عندنا في السبع وعشرين بوصة فيه موديلين بس الموجودين. موديل الجيمينج وموديل المونتج. مش نافين حد. دي الفيو سونيك السبع وعشرين. ال في اي سبع وعشرين زيرو. زيرو تلاتة. دي ال اي دي. بتاعها الف وتسعمية وعشرين في الف وتمانين. بابعث ستاشع على التفع. الشاشة دي خمسة وسبعين هرتفز. بس السعزة تأكد هو اوبركلوك ولا ده الرئيس بتاعها الالف وتبانين. هي خمسة سبعين هرتفز. سرعة الاستجابة تلاتة ميلي سكند. تمام? طبعا بش احسن سرعة استجابة يعني. بس طبعا نحسن مش شاشة الاي بس اللي هي تواستة وتبانية ميلي سكند. دي تلاتة ميلي سكند. اه بانال تي انة طبعا. الشاشة هنا موجهة اكتر للجيمينج. الاستعمالات الكمبيوتر العادية هتستعمالها الوانها ممتازة جدا. نضايطها والوانها ممتازة. شاشة محترمة جدا. المداخل اللي فيها فيها مدخلين. فيها فيجا. وفيها دي في اي. تمام كده? فيها فيجا وفيها دي في اي. ده بالنسبة لي المداخل بتاع الشاشة. ده الشكل بتاعها هو من كل الجوانب. الشاشة جميلة جدا وممتازة. نيجي بقى الاخر شاشة عندنا. دي العملاقة شركة اه اليابانية طبعا. طبعا كنا نزلنا منها الاربعة وعشرين والنزلنا منها مساك كتير قبل كده كانت الناس بتحبها جدا. الشاشة دي ال اي دي اي بي اس تو كي دابلو كيو اتش دي. الروزولوشن بتاعها الفين خمسمية وستين في الف واربعمية واربين. الشيء هنا بتيجي ببانل اي اتش اي بي اس. الاس ارش بي بتاعها مية في المية. تمام? التحكم بتاع الشاشة من هنا بيبقى بي زرار تاتش بتبقى موجودة من هنا في التحكم. بالنسبة اه فيه طبعا هنا سمسور ان هو بيقدر يتحكم لك في الاضاءة يشوف اضاءة الاوضاء عالية يوضي اضاءة الشاشة وكلام ده. في سمسور يعني في استخدمات كتير للسمسور ده ده اللي انا عارسه يعني. واخر حاجة المداخل. عندنا بالنسبة ليه بالنسبة ليه المداخل. فيه هنا عندي يو اس بي توب وينت زيرو. فيه هنا مخرج لتوصيل السماعة الخارجية. المداخل بقى اللي موجودة فيها من هنا. عندي فيه يعني اقدر اوصل شاشة يعني اوصل شاشة منها. تمام كده? فيها دي بي اي. فيها اتش تيم اي. وفيها اه هنا مخرج لتوصيل السماعة هي فاسة سماعة داخلية طبعا. الدي بي نقل له ستة صورة. الدي في اي ما بديش غير صورة فهم عامل لك مخرج عشان لو عايف توصل الدي في اي كابل الدي في اي. وعايف توصل بصورة خارجية. وفيه فوق هنا اتنين اه يو اس بي سري. يعني عندي من جنب يو اس بي تو. وعندي فيه اتنين هنا يو اس بي سري. الشاشة دي بجد عملاقة عملاقة جدا في المونتاج والجرافيك والازد. ناس كتيرة شغالة على اربعة وعشرين بوصة منها. اه دي اسمها اني اي فيه اي اي ميتين خمسة وسبعين دابل و ام اي. طبعا عشان في منها اي 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 اتنين اربعة وسبعين دي الاحدث. اي شكلها هي. شاشة يعني الله قبر بجد. ربنا يبارك بالنفس اللي تقدر تدفع الحاجات دي عشان نيبت بغالية. الحمد لله يعني التوكي برا بيباع اه الناس عارفة بتلاتة وتلاتة وي. اللي هو الاي بي اس التوكي بيباع بسرد. الحمد احنا بيباع اللي مبارد بخمسونة وستمت جنيه. اي حاجة بقدر اصبت سعرها الناس عارفاني. انا بصبت سعرها. طبعا? نسبة ليه الشحن انا وضحت قبل كده كزا مرة موضوع الشحن. اه وضحنا بنشحن ازاي. وان شاء الله حتى انا عملت فيديو كده. هحاول اصيب لك اللينك بتاع الفيديو في الوصف عشان لو عايف ترجع له بتاع الشحن وتعرف في نشحن ازاي وتعرف في الزط الجيدنا ازاي لو انت حابب تشرفنا. رقم للتواصل برضو وبسايبه لك عشان لو عايف تتواصل معي سواء في استفسار معين او في سؤال معين او لو انت حابب آآ الكاتلوك تشوف وان شوف الاسعار والكلام ده كله. بس كده ده كان الفيديو بتاعنا. ما تنساش تحت على زر لايك وتشترك في القناة عشان نوصل لكل فيديوهاتنا اول باول. كان معكم من سيف الشبراوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.